وفي كلمته شدد الرئيس السيسي على ضرورة الانتباه لخطورة بث الشائعات وأكد الرئيس السيسي أن الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه تعين علينا أن ننتبه في ذات السياق إلى خطورة بث الشائعات فلقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد فالشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه ساعين الارتراب والفوضى ولهذا يتعين علينا جميعا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء بعد في التعمير والإصلاح وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب وهدف الهدن والإفساد